يخوض منتخب النشامة أولى مبارياته الودية في دبي عندما يواجه دينامو كييف متصدر الدور الأوكراني غدا ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني لكرة القدم في دولة الإمارات تحضيرا لاستكمال تصفيات المونديال وإلى جانب مواجهة دينامو كييف فإن معسكر النشامة يتضمن عددا من المباريات الودية الدولية أمام طاجكستان يومي الأول والخامس من شباط وأوز باكستان في الخامس عشر من الشهر ذاته من جهة ثانية أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها وفد المنتخب الوطني إصابة لاعب هادي الحوراني بفايروس كورونا ليتم حجره مباشرة منفردا في نفس مقر إقامة الوفد فيما خضع باقي الفريق لفحوصات جديدة للإطمئنان على سلامتهم احتفلت مجموعة من مشجعي نادي الجليل في مخيم إربد يوم أمس عقب ضمان الجليل مشاركته في دور المحترفين لكرة القدم الموسم المقبل وكان فريق الجليل ضمن التأهل لدور المحترفين للمرة الثالثة بتاريخه بعد فوزه على السرحان بهدفين نظيفين ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور الدرجة الأولى لكرة القدم وأكد رئيس نادي الجليل غازي الحمايد لرؤية أن إدارة النادي ستسعى إلى تقديم كل ما لديها من أجل الظهور بصورة جيدة والثبات في دور المحترفين بالفضل الله سبحانه وتعالى نحن العام الماضي كنا درجة ثانية وصعدنا للأولى مباشرة سلع وقدم وصعدنا إن شاء الله السنة للمحترفين كل الشكر للجماهير اللي حضرت اليوم تفرح طبعا كانت في معاناة سنة وسنة كورونا السنة كانت مميزة لكن الحمد لله رب العالمين استطاع الكادر الفني والإداري أنه يتفاعل مع موضوع كورونا ويدربوا ولو على مراحل استطعنا أن نوصل وإن الله سنبقى في الدور المحترفين بكل جهدنا توجى فريق الأهل بلقب الدور الممتاز لكرة السلة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه يوم أمس على الوحدات بنتيجة 77 نقطة مقابل 73 نقطة تفاصيل أكثر في هذا التقرير لم ينتظر الأهل كثيرا ثلاثة انتصارات متتالية على الوحدات كانت كفيلة بحظ لقب الدور الممتاز لكرة السلة لقاء الأمس الذي جرى على صالة الأمير حمزة دخله الأهل واضع عن اللقب نصب عينيه فيما كان الوحدات يأمل بالعودة وفرض مزيد من اللقاءات النصف الأول من اللقاء شاهد ندية كبيرة بين الفريقين والنتيجة كانت خير دليل فمع الوصول إلى نهاية الربع الثاني تقدم الوحدات على الأهل بفارق نصف سلة وعزز هذا التقدم في الربع الثالث ليصبح الفارق بينه وبين الأهلي تسع نقاط الربع الأخير كان مثيرا للغاية ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الوحدات في طريقه للفوز وفرض مزيد من اللقاءات عاد لعبو الأهلي واستطاعوا قلب الطاولة على الوحدات محققين الفوز وبفارقي أربعي نقاط الحمد لله أنه بديش كنت أخسر ولا كأس أنه ما عمليش أخسرت ولا كأس ولا دوري وبنفس الوقت بدي كنت أورجح حالي أنه مش لبس لإلي لكل الشباب الأصغر مني الجيل الصغير أنه حط بالك بإشي حط براسك تارجت حط براسك قول وأعملوا ما تخفش يعني شو الناس بحكي شو هاد ما يحكي أكيد الناس كتير كانوا ضد سام لي ترجع لي هل بقدر يرجع أنا ما بس مع هذا الحقيق الحمد لله رب العالمين يعني كأول موسم إلي يعني كنت متوفق كتير باختيار اللاعبين واللاعبين كانوا معي أحب أشكرهم على المجهوذات الكتير كبيرة اللي إدرت آخر إشي التوج هذا التعب تبعهم أكثر مني بالكأس والدوري فشكرا كتير لللاعبين وللإدارة اللي ساعدتنا صراحة كان موسم صعب جدا من بدايته نحن أكثر نادت ضرنا في البداية كان هذا وحدات اللاعبين صار في إصابات صار في إصابات كورونا حتى أنا استعدت شوية عن المباريات والدوري أصلا يعني نتعرف قصير يعني اللاعبين ما بلعبوا مع بعض مباريات كثير تتويج أقل ما يقال عنه بأنه مستحق للأهل فهذا الفريق بخيادة المدير الفني عبدالله أبو قورة قدم موسما استثنائيا فبعدما يقارب شهرا من تتويجه بلقب كأس الأردن لكرة السلة ها هو يتوج بلقب دور كرة السلة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه ألف 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 مبروك يحل ريال مدريد الليلة ضيفا على منافسه ألافش في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم ويسعى الفريق الملكي لمداوات جراحه بعد الخروج القاسي من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثانية ولتحقيق الفوز من أجل عدم الابتعاد عن أتلاتيكو مدريد الذي يتصدر الدوري الإسباني برصيد أربع وأربعين نقطة وعلى الجهة المقابلة يأمل ألافش بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم على سلم الترتيب حيث يقع ألافش في المركز السابع عشر وبرصيد ثماني عشرة نقطة ترجمة نانسي قنقر